لقد كان لي الشرف العظيم والامتياز الكبير أن أقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون أوراق الاعتماد التي بمجبه عينني فخامة الرئيس فيليب بنيوسي كسفير فوق العادة لجمهورية المزنبيق بالجزائر أمقل له تحيات فخامة الرئيس فيليب بنيوسي الحرة الذي يجدد له التهاني بمناسبة انتخابه مؤخرا رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغلبية ساحقة من الأصوات وهو ما يدل بوضوح على الدعم الواسع والثقة والإتمانان الذي يحظى به من قبل الجزائريين داخل البلاد وخارجها وأعبر من خلال هذا عن أطيب التحيات من الحكومة والشعب المزنبيقي إلى الحكومة وشعب الجزائر لقد كانت تعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مزنبيق متجدرا في قيمنا ومبادئنا المشتركة الاحترام المتبادل والسيادة والمساوات وعدم التدخل في شؤون الداخلية وكذلك تبادل المصالح المزنبيق تدعم نضال الشعوب التي تكافح من أجل استقلالها وتقرير مصيرها العلاقات السياسية والديبلوماسية بين بلدين ممتازة ونتمنى العمل مع حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاستكشاف أفاق جديدة للتعاون ورفع مستوى التعاون الاقتصادي الثقافي إلى أعلى المستويات وخلال الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس فليب في نيوسي إلى الجزائر تم التوصل إلى اتفاقيات مهمة وكانت الوفود رفيعة المستوى التي زارت الجزائر لاحقا دليلا واضحا على التزام مزنبيق برفع العلاقات الدبلوماسية والتعاون الثقافي والاقتصادي إلى أعلى المستويات إن رغبتنا هي رؤية الشركات الجزائرية تستثمر في مزنبيق وهن فخامة الرئيس عبد المجيد تابون والحكومة الجزائرية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها الشعب الجزائري والتي هي نتيجة لقيادته القوية ورؤيته الواضحة من أجل جزائر جديدة ولسيما الاتزابه بتمكين الشباب والنساء اشتركوا في القناة